قبل أن يدخل المسلم في الصلاة لابد أن يأتي بشروط الصلاة أهم شرط عندنا من شروط الصلاة الإسلام لا تقبل الصلاة من المشرك من يدعو أصحاب القبور يذبح من الجن هذا صلاة لا تقبل حتى يتوب الشرط الثاني من شروط الصلاة العقل فلا تصح صلاة المجنون الشرط الثالث التمييز يعني التفريق بين الأشياء فهذا الصغير نقول له تعال يأتي إذا بيذهب هذا معنى أن يميز فرق بين الأشياء صلاة صحيحة وإذا كان لا يميز فصلاة غير صحيحة والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة وَلَابُدْ مِنْ إِزَالَةِ النَّجَاسَ عَنَ الْبَدَنْ وَالثَّوْبْ وَالْمَكَانَ الَّذِي تُصَلِّبِهِ وَلَابُدْ مِنْ تَفْعَ الْحَدَثَ الْأَكْبَرُ وَالْأَسْغَرُ وَالْأَسْغَرُ إِرْتَفِعِ بِالْوَضُوْهِ وَسَتْرَ الْعَوْرَ وَسَتَفْعَ الْكَعْبَ مَكَّةُ وَالَقَرَ إِرْتَفْوِهُ وَدِخُولَ الْوَقْتَ لَا يَصَحَنْ يُصَلِّي قَبْلَ الْوَقْتِ وَيَحْرُمْ أن يُؤْفِرَ السَّلَاءَ عَنْ وَقْتِهَا وحتى تَخْرِجُ وَقْتَ الْعَاصُرَ وَالثَّوْا 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 نعم